من الكواليس السريعة واللطيفة الأكيد حضراتكم تعرفوها عشان تشوفوا الدنيا ماشية بشكل إداري وبشكل مميز إزاي يمكن كان فيه اجتماع الأسبوع اللي فات عشان اختيار تشيرت الأهل الجديد الأهل هيلبس تشيرت جديد بداية أو تزامننا مع شهر اتنين تشيرت النادي الأهل الجديد يمكن كابتن حميدة أو كابتن محمد ربضان أو كابتن سهل عبد الحفيز قعدوا مع كابتن محمود الخطيب علشان يختاروا تشيرت يمكن قبل ما كابتن يعودوا مع كابتن محمود الخطيب كان ليهم رؤية في اختيار التشيرت ولكن الناس فضلوا أن الكابتن محمود الخطيب هو اللي يختار تشيرت النادي الأهلي اللي هيلعب به في المرحلة المقبلة كابتن سيد عبد الحفيز كان مزاجه في تشيرت معين قعدوا مع الكابتن الخطيب عرضوا أكتر من تشيرت فمستنين رد الكابتن محمود الخطيب يا ترى رد الكابتن محمود الخطيب كان ايه؟ رد الكابتن محمود الخطيب قال لهم مش أنا اللي بختار التشيرت اللي اللعيبة بتلعب فيه فيه مدير كورة كابتن سيد هتجيب كابتن الفريق وهتجيب اتنين اللعيبة من الفريق واختاروا التشيرت ليليق بالنادي الاهلي واللي اللعيبة ترتاح فيه وتشوفوا بشكل جيد ان شاء الله هنشوف التشيرت ده ان شاء الله بداية مع شهر اتنين